الإصلاح قريباً له إشاراته ما كان قريباً من الإصلاح لو كان الإصلاح قريباً فله إشاراته الإصلاح القريب له إشاراته والمبشرات الدالة عليه ولا شيء من ذلك وما على الأرض أقرب إلى العكس الإصلاح المؤجل وبعد أمد بعيد وهذا في حكم العدم إذا كان هناك نية إصلاح على المدى البعيد فإنه في حكم العدم وفيه فتح الباب لعنف الدولة على مصرعي وما ينتجه هذا العنف من مخاطر على الوطن كله وما يتسبب إليه من تحطيم كل جسور وما يفرزه من أحقاد ويحدثه من دمار ويسد الطريق إليه الإصلاح المؤجل وفي المدى البعيد هو نفسه يسد الطريق إليه ما هو الحل ما فيه رحمة بالوطن ما هو مقتضى العقل ما يلزم به العدل ما يحتمه الحق ما تضطر إليه مصلحة البلد هو الإصلاح القريب جداً والجدي جداً والصادق جداً والأساثي جداً فإن يكن ذلك فهو خير وإن لم يكن فإن الحكومة تكون قد فرطت في أمانة هذا الوطن حتى النهاية إن على السلطة أن تؤسس لعلاقة جديدة مع الشعب تنطلق من نظرة جديدة لقيمته العالية وموقعه الأساسي في العملية السياسية نظرة تنسجم مع رأي الدين وكرامة الإنسان وتعترف بحق الشعوب وتقبل بأن الشعب أولى منها في اختيار مسار حياته وتحديد مصيره وأنه الأصل والأساس في العلاقة السياسية بين الطرفين إن بقاء البحرين بلا إصلاح وبقاء شعبها معزولاً عن النظر في أمر نفسه وتقرير مصيره بلا اعتبار لرأيه مع تجريمه لمطالبته بحقوقه يجعل البحرين وجوداً شاداً في هذا العالم وكأنها ليست من دول هذا العصر وأنها تعيش زمناً غير هذا الزمن وعندما يقرر شعب أنه لا يريد حرباً ولا ونفاً وإرهاباً ويقرر مع ذلك أنه إما أن يحيا عزيزاً أو يموت عزيزاً ولا يبخل بحياته على عزته لا يأتيه لوم ولا يلحقه نأقد ولا تأثيم ولا يلوه عن هدفه شيء ولا يمنى بهزيمه وقرار هذا الشعب أن ينأى بنفسه عن طريق الإرهاب وأن لا يأخذ بأسلوب العنف وأن يطالب بحقوقه ما دام حياً ويصر على الإصلاح الجادي الحقيقي متقيداً بدينه وبصورة سلمية وحضارية راقية هذا الشعب مصر على أن ينتصر وانتصاره في استرجاع الحق وإقرار العدل وإنصاف كل المواطنين وتثبيت الأخوة الإسلامية والوطنية في هذا البلد وتثبيت المرجعية الشعبية في الشأن العام بدل أن تكون المرجعية الأصل والمبدأ لجانب السلطة وأن تكون لها الوصاية الشاملة والولاية التامة والطاعة المطلقة على الناس هو انتصار للشعب كله لا لفئة خاصة منه وللوطن كله لا لجزء منه على حساب جزء آخر إنه انتصار لا يعني ظلم أحد اضطهاد أحد ولا اضطهاد أحد أو تدمير أحد أو استضعاف أحد أو غبن أحد وشعب هذه نيته وهذا هدفه وهذا تصميمه شعب لا يلام ولا يقهر ونصره محقق بإذن الله العزيز الحكيم كل الأساليب التي كانت التي كانت كل الأساليب التي كانت قد فشلت عن طريق كل الأساليب التي كانت فشلت عن قطع الطريق على هذا النصر كل الأساليب التي كانت قد فشلت عن طريق عن قطع الطريق على هذا النصر وكل الأساليب الأخرى لهذه المحاولة إنما مصيرها الفشل بإذن الله أما عن إذانة العنف فقد تكررت لمرات من طرف المعارضة قبل وثيقة العنف وبعدها وبقي على طرف السلطة أن يوقف عمليات العنف التي تنفذها أجهزة وأن يدين عنفها بصورة صريحة المطلوب في إذانة العنف إنما المطالب بإذانة العنف الآن إنما هي السلطة المعارضة كل تاريخها كان يدين عنف رموز المعارضة العلماء مع المعارضة كل تاريخهم هو إذانة العنف وهو رفض العنف والتصريح في هذا متكرر وللسلطة هي المطالبة أن تدين عنف أجهزتها وأن توقف عنف أجهزتها وقد تكررت دعوة المعارضة للخروج من الأزمة عن طريق الإصلاح وبقي على الحكومة أن تستجيب لهذه الدعوة من غير تثويف وإذا كان الحوار الجدي مقدمة لابد منها للإصلاح في نظر السلطة فإن المعارضة لم تزل تدعو إليه وتنادي به لسنوات قبل الحراك الشعبي الأخير وفي أثنائه ولا زالت كذلك وفي شأن المساجد فإن مساحة متر واحد من مسجد لا تعدلها عشرة آلاف متر من أرض غير مسجدية المساجد ليست محل تجارة دنيوية وليست معروضة للبيع والشراء ولا تعويض عن مواقعها بأي مواقع أخرى مهما كانت لها من استراتيجية ونحن قبل أن ننظر إلى الناحية التاريخية لأي مسجد وقدمه زمنيا وما يحمله ذلك من دلالات موضوعية خاصة لها قيمتها يتركز نظرنا أولا وبالذات على القدسية المسجدية ووجوب رعايتها على كل المسلمين